الاختبار الأول والحقيقي لكابتن حسام حسن منتخب مصر باستعد لمواجهة منتخب بوركينا فاسو النهاردة بكرة الساعة عشرة باستعد القاهرة الدولي وده ضمن منافسات الجولة ثلاثة من تصفيات كأس العالم 2026 نتكلم النهاردة عن كواليس تدريبات اللعبين في معسكر منتخبنا الوطني ايه تيك اللي هعتمد عليه كابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب في هذه المباراة خلينا راحوا بضيفنا في الستوديو النقد الرياضي دكتور عطمان إبراهيم اتنوارنا في ستوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا دكتور طبعا صباح الخير عليك وكل السادة المشاهدين طيب اختبار هو اختبار حقيقي واختبار كبير ومنتخب بوركينا فاسو خلينا في بداية نعرف منك استعدادات وكواليس استعدادات المنتخب حتى الآن طبعا الناس كلهم طبعا الفترة اللي فاتت كابتن حسام حسن تولى المسؤولية خلفا طبعا لروي فيتوريا البداري البرتغالي وكان في معسكر شهر المارس الفياد دي كان مطشط ودية لعبنا مع نيوزيلاندا في وزنة واحد سفر لعبنا مع كرواتيا واحد من فرق مصنفة في العالم في سنة اربعة اتنين لكن اعتقد مباراتين كان مهمين جدا جدا في الزل كمان كان غيب طبعا أبرز لعب محمد صراح كان كلام كتير ولغط كتير حصل خلال فترة الشهرين أو التلات شهور دول تقريبا لحد ما وصلنا لمعسكر شهر ستة واحنا قلنا من الاول ممكن في نفس المكان هنا ان معسكر شهر ستة هو اهم معسكر في السنة كلها لانه ده المعسكر اللي فيه مباراتين في تصفات كسر العام يمكن حتى 2024 كلها فيها المطشين دول بس باقي التصفيات ان شاء الله فضل ست مطشط كلهم في 2025 فمهم جدا ان احنا متصدرين المجموعة بستة نقاط عايزوين نوصل للنقطة 12 بحيث نخش السنة الجاية او اخر ست جولات واحنا مرتاحين نفسيا ومتصدرين مجموعة وبعيد عن اي فريق بينفسنا في المجموعة واللي يشوف المجموعة نعرف لها المجموعة في المتناول لان طبعا المتصدر هو اللي هيراح مباشرة لكسر العالم 2026 ان شاء الله في امريكا وكندا والمكسيك فخطوة مهمة جدا جدا وكمان بالصدفة منتخب مصر عنده ستة نقاط بروكينا فاسو اربعة غينيا بساو اربعة ودول المنتخبين هنلعبهم في الجولتين دول فبالتالي الفوز عليهم بشكل مباشر بتفوز انت بتلات نقاط وتحرمهم من تلات نقاط فبتوسع الفارق مع اقرب منفسين لك في المجموعة عشان كده الموضوع في غاية الهمية الكواليس الموجودة ان فيه روح كويسة جدا 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 جول معسكر فيه زي مقول كده محمد صلاح لما جيه يوم واحد ستة وانضم المعسكر كان هو اخر واحد انضم المنتخب مصر وفقا الاتفاق بينه او بين ادارة ليفربول مع منتخب مصر ان طبعا التجمع الدولي كان يوم تلاتة يونيو ولكن بشكل ودي تم الاتفاق ان الناس هتروح بدري طبعا لابا المحليات كلهم راحوا من يوم تمانية وعشرين مايو محمد صلاح كان اخر منضمين ممكن واحد يونيو فيه لعبة زي حمد فتحي مثلا في الواقرة القطري خلص من بدري للدولي فكان نعمل برنامج بدني له هنا من بدري وموجود من قبل المعسكر فانضم من بدايته فكل التجمعات دي اول ما احمد صلاح ما جيه فيه اجتماعات بين اللعيبة وبعضها فيه اجتماعات بين نجاز الفني واللعيبة فيه روح حلوة جدا فيه واضح ان الكل عنده هدف واحد ان المنتخب مصر في التعقف ده عاوز يجيب الست نقاط ويؤكد زعمته لهذه المجموعة وصدرته لها وتعزيز الفارق بيننا وبين بوركينة فاسو وكمان غينية بساو في الجولتين التالتة والربا بالتأكيد فيه تاريخ كبير وطويل ما بيننا وبين منتخب بوركينة فاسو ايه هو هذا التاريخ وعلى اي مدى ممكن يعتمد حسام حسن عليه يعني التاريخ ده قديم ولا جديد وليه الناس بتقول على ان ده الاختبار الحقيقي لحسام حسن طيب سؤال مهم جدا اولا التاريخ بص التاريخ معمول عشان نذكره قبل المتشاط بس لكن التاريخ مش بيأسر نتكلم متشاط لان كل مباراة لها ظروفها كل مباراة لها وضعها ممكن سيناريو يحصل انت مكنشف توقعه يحصل في اللقاء فيغير من الامور فالتاريخ بيقول ان مصر بوركينا فاسو لعبوا سبع ماتشاط منهم تلات مباراة ودية بوركينا فاسو ما فازوش على مصر ولا مرة في السبع المباراة مصر فازت اربعة وتعادل في تلات لقاءات الماتشاط الرسمية مصر فازت في تلاتة وحصل تعادل في لقاء واحد والتعادل ده كان سيمي فاينال 2017 لو ناس تفتكر كأيام هكتور كوبر ومصر فازت برقرات الترجيح يعني ما حصل تعادل بينهم في ماتش الرسمي كان قبل نهائي كاس أم أفريقيا وفوز نحن برقرات الترجيح وتعادلنا للنهائي ولكن للأسف مكناش موفقين أمام الكاميرو ان الناس تفتكر ساعتها نهائي 2017 فالتاريخ بيقول مصر تفوق بشكل واضح جدا وصريح على بوركينا فاسو شكل يعني مية في المية اربعة فوز تلاتة تعادل انت مقصدت شوى للمرة طب ليه اختبار حقيقي لحسام حسن ازاي ما قلنا من شوية شهر المارس لما حسام حسن طولها لمسئولية طبعا لعب كبير نجم كبير هو اللي سجل هدف مصر للوصول كاسا عام تسعين هدف تاريخي طبعا لعف الأهلي لعف الزمالك حقق بطولة كترة جدا جدا قادر عديد من الأندية عمل الناس كلها عارفة روح حسام حسن لما شفنا معسكر شهر مارس لكن امام منتخبات مش أفريقية منتخب نيوزرندا منتخب كرواتيا منتخب من أوكيانوسيا منتخب من أوروبا فالموضوع مباراود دي في الأوروب الآخر سواء فوست أو خسرت ولكن لما نوصل لشهر ستة اللي بنوا عليه أول اختبار لأن دي أول مباراة رسمية منتخب مصر تحت قيادة كاترة روح حسن فهلش المباراة رسمية ده اللي مديها البعد بتاع إنه هو أول اختبار حقيقي زي الناس ما بتقول لأن ده المهم أنا في الودي كسبت خسرت اتعللت مش فارق معي في حاجة مش هأثر عليها في حاجة ولكن إيه هيأثر معي؟ المنشطة الرسمية فمهم جدا أن عندك مبارتين وزي قلت من شوية المطشين مهمين جدا أنك تفوز بهم وتوصل للنقطة 12 فتحط رجليك كده في أمريكا وكندا والمكسيك أنك تقربت بشكل كبير جدا من ضمان التأهل لكس الأعلى الدكتور راح نمنا نتفاقل حقيقة وعندنا يعني كان لنا نصيب كويس جدا مع مدربين وبدورين فانيين الملتخب المصري زي محليين زي حسن شحاة كده وقبلها الله رحمك وتحمد الجهر طبعا أكيد لأي مدى ممكن ننتظر خليل نقول نفس الحظ إن شاء الله مع حسام حسن وإيه خليل نقول إيه العوامل أو إيه المفاتيح أو إيه الأدوات اللي ممكن تكون مع حسام حسن كمدير فني محلي يقدر يتعامل بيها مع لعبي المنتخب جميل بس أولك حاجة إحنا عندنا دايما مشكلة بتاعت مدرب محلي ولا مدرب أجنبي وعضة الخواجة دي يمكن لحد فترة قريبة كان كل إنجازات منتخب مصر مدربين محليين يعني كابتل جوار الله رحمه هو قد منتخب مصر كسلام تسعين فازمع المتخب بأم أفريق الـ 98 بعد كده قعدنا نتخبط شوية في مدربين أجانب في أجانب في أجانب لحد ما رجعنا تاني لمدرسة المحلية وطبعا كانت زروة النجاح ما كابتل حسن شحاته 2006-2008-2010 بأداء خرافي ونتاج مزهلة أمام أجيال يعني منتخب مصر قضى عليه يعني كودفورو والكاميرون كان عندهم جيلين قويين جدا جدا الجيلين دون ما خدوش البطولة من السبب كان منتخب مصر مع إن كانت زروة ما كانتش عندك محترفين كتير موظومة لها محلية ولكن كابتل حسن شحاته عمل التوليفة اللي هي القوية دي بعدها دخلنا تاني في نفس القصة بتاعت مدربين أجانب يمكن النجاح اللي حصل بس الوصول كاسة علامة 2018 يمكن ما كانتش أداء أحسن حاجة في البطولة هناك وصلنا اتنين فاينال مرتين في كاسهم أفريقيا 2017 و2022 ولكن ما كناش موفقين في الاتنين نهائي سواء طبعا مرة مع كوبر ومرة مع كيروش خصلنا مرة من الكاميرون ومرة طبعا من استنغال بركات الترجيح لكن مصنع لحد آخر خطوة وما كم النهاش للأسف يعني ما كناش موفقين فيها ولكن رجعنا تاني المدرب المحلي إيه الميزة عند حسن حسن أو أي مدرب وطني إنه هو فاهم كيمية اللعيب فاهم نفسية اللعيب المدرب الأجنبي لما هتعامل هتعامل بدون عواطف يعني ما يكون عنده لاب عنده مشكلة مش بيفكر في الكلام ده لكن كابتور أسام حسن وهي مدير فني وطني هيبقى قريب من اللعيب هيبقى عايف لو عنده مشكلة هيبقى آآ ممكن يقعد معاه لغة التواصل أسهل يكفي حالة نتكلم باللغة واحدة يعني أول ما جيه مثلا أقولكه لقطة والناس شافتها محمد صلاح أول ما جيه والناس شافت لقطة أو كان وزير الشاب موجود دكتور أرشا في صبحي والتاتة وقفين مع بعض وحصل كلام أي حاجة تقريبت قبل كده بتقرص في الثواني بعكس إما يكون حد أجنبي وحد بينقن عن حد وحد بيترجم ممكن كلمة واحدة يترجم غلط تباوز الدنيا كلها أو تباوزهم غلط لكن إما يكون إحنا بنتكلم زي ما إحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي الدنيا تبقى أسهل بكتير عشان كده مع أول قعدة من كابتن حسن حسن مع محمد صراح الدنيا خلص هديت خالص خالص بعكس الكلام يعني جاهدوا كلام سخيف كتير حصل للفترة اللي فاتت ولكن زي ما بيقوله أي اختلاف بين اتنين لما يعدوا مع بعض يعدوا يتكلم بينهي الموضوع ونفس الكلام حصل على فكرة مع عمر كمال كان برضو كلام كتير جدا عمر كمال وسبحان الله قدرا يصاب أحمد فتوح فيخرج من معسكر فأول حد يا سديقة حسن عمر كمال كان فيه كلام كتير جدا جدا برضو أول مرح عمر شفنا مشاعر الود والمحبة والاحترام بين الطرفين لأن في أول في الآخر هنفترض هنفترض جدا أن فيه اختلاف بيننا مهما كان اختلافنا مصلحة العليا طبعا مصلحة العليا هدفنا واحد عايزين منتخب مصر يفوز عايزين منتخب مصر في كاس العالم إن شاء الله يعني والفكرة ده لو حصل وصلنا للمنجيال هتبقى الأول مرة في تاريخنا نروح بني كاس العالم وربعة واش المدربين المصريين على المنتخب طول عمره حلو ان شاء الله بإذن الله يعني انطلاقا ما أبدأ أعرف يعني خصمك عامل إزاي تيكتيكات اللعبة بتاعت منتخب بوركينا فاسو عاملة إزاي هجومية دفاعية بيعتمدوا على خط الوسط يعني انت شايفها إزاي تحليلك لها إيه بص بوركينا فاسو نتائجهم مش أفضل حاجة في فترة أخيرة يمكن الجيل بتاعهم كان عنفوانه فسي بنا مش هو 2017 اللي ما احنا قابلناه في السيمي فاينل وفصنا عليهم بركات الترجيح الجيل ده كان متوقع بقى جيل قوي جدا وعنيف جدا وصعب جدا ولكن الفترة الأخيرة من أول كاس أم أفريقيا اللي فاتت خرجوا من دور السلتاشر زي حالتنا كده آآ وغيروا المدر بتاعهم وجابوا مدر بمحلي برامة راوري برامة راوري يعني قبل ما اخش على تيكتيك بتاعهم آآ فيلو المدرب السابق ليهم كان بلعبة 4-3-3 طبعا تشكيلها معظمها لعب محترفين مش أنديها كبيرة قوي ولكن معظمها محترفين في أربا لعبة كلها طبعا ده بيسهل على المدرب اختر اللاعبين والانسجام واللعب اما هماش جمهور ولا مش جمهور ان خلاص هو كله محترف برة فمش قاعد في بلده فمعندش مشكلة في حتة اللعبة خارج أرضه معندش ضغوط فيها فدي بتاع ميزة للعبة لكن الراجل ما كانش موفق غيروه جابوا برامة راوري برامة راوري مدارب محلي بس عكس بقى من الكريتنا هم عندهم مشكلة بيجي مدارب محلي مع لعبة محترفة كتير ما عرفش يتعامل معها بدليل ممكن آخر حاجة النهاردة ممكن نمبرح بالليل ان فيه اتنين لعبة تقال جدا اللي اتنين كابتل الفرقة مش موجودين موجوش في هذا المعسكر بيرتران تراوري هو أفضل لعب هذا الجيل البيل بسرقة معشرة هو كابتن المنتخب وبالمناسبة بيرتران تراوري ده كان ضيع راكل الترجيح في ماتش مصر لبركينا فاسو كان صدق عصام الحضر ساعتها ساعة 2017 بس هو اللعب المتخصص في راكلات الترجيح هو القائد الفرقة بيلعب جناح يمين ومشمل ومهاجم يعني لعب مزعج جدا غيابه عن المعسكر يعني غيابه عن المباراة اه مش موجود مين اللي بعديه في كابتنة يوسف وضايو وده احنا نشوفناه ده كابتن نهضة بركان المغربي اللي لعب مع الزمالك هو اللعب من بركينا فاسو هو كابتن نهضة بركان وثاني كابتن في منتخب بركينا يعني لو تران تروني مش موجود بيهو كابتن المنتخب برضو مش موجود المفاجأة الثالثة هرفي كوفي ده حرس المرمى الأساسي بركينا فاسو في الصنوات اللي فات كلها وبدأوا معسكر روما كان عندهم معسكر في المغرب وبعد ما كان منضم للقايمة اتصب بمضارب قال له مش جاي قال له ليه قال عندي أصابة في الرجبة قال له طب بعت لي الأشعة الطبية تثبت أنك مصاب ولا بعت حاجة ولا أي حاجة وفيه كلام بيتقال في بركينا فاسو أن هرفي كوفي معترض على استبعاد الاثنين الكابتن يعني زي بيهو كده في الواضح أنه فيه مشكلة جوة بركينا فاسو فيه مشكلة في المعسكر فيه مشكلة بين اللعبة ومدرد لما استبدأ الاثنين اللعبة تقال زي برتنان تروني يوسوف ودايو طبعا تروني على الشرق الهجومي يوسوف ودايو ده مدافع ناديت شارل روا وحارس أساسي هناك فبرضو عنصه خبرة كبير وهو كان الأساسي في كاس أم أفريقيا اللي فاتت فالتلات دول مش موجودين في مطش مصر ويمكن ده يسهل شوية من مهمة منتخبنا لأن حتى احنا مما شفنا راجعت الحالات بتاعت منتخبه في المنشطات الأخيرة بتاعتنا في كاس الأمم عندهم مشاكل دفعية كبيرة جدا جدا واعتقد مشاكلهم الدفعية مع المميزات الهجومية اللي عندنا في منتخب مصر نستغل المشاكل دي ونسجل مش عايزون بس نفوز ممكن إن شاء الله نفوز ونعمل السكور كمان كواس جدا جدا ونحق نفوز في هذا اللقاء لأنه زي قلت مباراة مهمة لو وصلنا النقطة تسعة وبركينة فاسو فضل عند النقطة أربعة لأننا شايف هما المنافس الحقيقي في هذه المجموعة بيت الفرق محترمنا طبعا كامل لكل المتخبات أفريقيا أقل بكتير وأبعد بكتير كمان من منتخب مصر وأبعد من بوركينة فاسو فأعتقد إن شاء الله المباراة مهمة هم متعثروا في هذه التصفيات بتاعدهم مع غينيا بساو ممكن يفازوا على الأسوبيا بأكده خارج مرعبهم 3-0 ولكن هرجع أقول إن أمم عندهم اللعيبة كان دي كان في شهر عشر سنة اللي فاتت بأكد كاس الأمم متعثروا فيها بعدها في مشكلة والمدرد بتغير فالأمور متغيرة شوية في المتخب بوركينة لكن التغيرات دي إن شاء الله تكون في صالح المتخب مصر وزي ما قلت عندهم بعض المشاكل وعندهم بعض المميزات طبعا ولكن مشاكلهم الدفاعية كبيرة ممكن نستغلها حالس الأساسي مش موجود يوسف فضاي وقال الدفاع مش موجود فربما الحاجات دي تفرق معنا بشكل كبير إن شاء الله إحنا بقى بالنسبة لمنتخبنا الوطني إن شاء الله ربنا ينصره إيه مفتاح الفوز بالنسبة لنا مين اللعيبة اللي انت حاطت عليهم أمل كبير جدا طيب بصي هربط ده بالقطات اللي كنت شفتها المنتخب بوركينة هم عندهم مشاكل في الضغط في نص الملعب مشكلة كبيرة جدا جدا وتختال عكسها مش موجودة تقريبا فأنت ممكن بشكل كبير الجناحين سواء لعب مثلا صلاح يمين وترزيجيش مال والتمرات الليل بتضرب بيها خط الدفاع التمرات الطولية أو التمرات العرضية فهوارد جدا يبقى ليهم دور كبير في المبارا دي حاجة تانية هم في الدفاع بيبقافين كتير بس بيبقافين غلط يعني التمركز الدفاعي تلاقي 7-8 لعيبة لكن مش حدش مساك حد فممكن العيبة في نص الملعب بيقدر يشوت يعني لو ده متراتة اربعة لعيبة لكن نوخات خطوة تن يمين أو شماله وبيشوت مش اللي هي ضغطة عالي عليه فبالتالي ممكن كمان التزديد سلاح مهم جدا جدا تستغليه فلو موجود امام عشور في نص الملعب برضو ممكن بيبقى سلاح مهمة قوي انك تستغلي تزديد من بعيد فاحنا انا وجد نظري ان نختارك من الجنبين الجنحين تحديدا وتزديد من خلال موتات الجزاء وصلاحين مهمين جدا لمتاخن مصر وبناءا عليه ممكن نرشح لعيبة لممكن تتعمل مشاكل اللي بوركي نفسه ممكن نقول محمد صلاح ممكن نقول ترزيجي زيزو لو لعب وامام عشور فاعتقد الرباع ده ممكن يكون هم الأبرز والأقرب ان هم يقدروا يعملوا حاجة مع دفعات بوركي نفسه واستغلال المشاكل اللي عنهم خلايا حال كل التمنيات لمنتخبنا الوطني بالفوز وبنأكد دايما ان وش المدرب الوطني المصري سواء كابتن جوهري كابتن حسن شحاتا وان شاء الله كابتن حسام حسن دايما بيبقى وشه حلو على المنتخب لانه فعلا زي محرك قلت كده بيبقى فاهم كمية اللعبة وبيقدر يخرج يعني افضل ما عنده شكرا لك دكتور دكتور عثمان ابراهيم النقد رياضي نورتنا وشرفتنا وان شاء الله ان شاء الله متفقلين بفوز المنتخب المصري بإذن الله ان شاء الله يعني انا وجهة نظر بإذن الله منتخب مصري قادر على الفوز وبفرق اكبر من الهدفين كمان في مباراة دي عشان تبقى دافعة معنوية هائلة للمرحلة الجاية ان شاء الله وتفرق كتير مع كابتن حسن ومع منتخبنا ومع لعابتنا لان على الفكرة بعد في التوقف شهر 6 عندنا توقفات تانية في خلال هذه العام ولكنها توقفات مهمة خاصة بتصفيات كاسم أفريقيا اللي هتقوم في المغرب السنة الجاية بإذن الله توفير لكابتن حسن وكل آيات منتخب مصري ان شاء الله بإذن الله مذكرك يا دكتور